وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا كنت عايزة والله لما هي في الفصل الأحضار ما في الـ 11 واللهي عم بتشوّق الناس فصل الـ 11 ليه بقى؟ لأن في الفصل العاشر أنا كنت لسه عندي 13 سنة وهروح للأزهر وفي الفصل الـ 11 أنا كنت عندي كم سنة عاديش يعرف بس كنت كبير ومخلف ومعايا بنت وكان معايا بنت ولد تاني اسمه مؤنس بس ما جبت السرطة إلا بإشارة في نهاية الفصل الـ 11 بس حبيت أقول للناس أشوّقهم إيه الهم اللي أنا شفته فقلت فيه في الفصل الـ 11 بكلم بنتي اللي عندها 9 سنين فك لو أنت زيّرة وأنا كنت بحكيه للقصص الناس فكره إن أنا عمّل أحكي لهم وخلاص لأ لأ أنا كنت بتحصّر من جواي أنا كنت باكل في نفسي لأن الخمس سنين دي أنت كانوا بيقرفوني في البيت ويمنعوا عني أحضر أسمع حسن الشاعر وأسمع قصة أبو زيد الهلالي وخليفة وديها إنما أنا كان ياخدوني وأختي تاخدني وتحملني شيني كده كمان تحمل السمامة شيلة كأنها شيلة عطبوس وترميني على حجر أمي وياريت كانت بترميني في حجر أمي عشان تطبطب علي لا دا كانت بتحطيلي إلى علاج اللي جايبا من الحلاق في عناي اللي كان بيديقني وعماني طيب عايزة أقول برضو إن إحنا في الخمس سنين دي أنت أنا كنت بحكي لبنتي وطبطب عليها ولما تعيد كنت أنا أقعد أحضنها وأمها تشبعها لثما وتقبيلا تخفف عنها وعايزة أقول لبنتي تعالي وعن تكوني فاكرة إن طفولة أبوك زي طفولتك حتى تظنين أن طفولة أبيك كطفولتك طبعا ليه لأن في وقت دي البنت واللي زيها بيتبهوا أباهم وإنما هو عايز يوصل لنا أنه شفي يمسو دي قبل كده هو بيقول لها إن أنا كنت باكل في الأزهر الأكل اللي مليان بالحشرات وبقول لها لو أنت كلتي دلوقتي لالتمست أمك لك الطبيب هو أنت كنت فاكر إن أنا بحكي كده عشان أحكي وأقول إن كان أمك هتلتمس لك الطبيب وليه قلت أمك لأن افتكرته أمي عايز أبلغ الناس أمي اللي كانت قبل كده بتلتمس لي الحلاء الحلاء اللي ضيع عيني رغم إن أنا كنت تعبان ومع ذلك هو لابس الحلاء اللي ضيع أختي وماتت فدي أمي إنما ما جابتش أمي لي الطبيب إنما أمك هتجيب لك الطبيب لأ وقال إيه لما جيت أنا بقول لبنتي اللي عندها تسع سنين وبقول لها لا هذا كمان هتجيب لك قدحا من الماء المعدني الماء المعدني أنا اللي كنت باشرب من القناة من اللي عالترعه ولسان حالي يقول ياللي عالترعه حود على المال قال يعني كنت عايش عايشة مرفاهة لأ أنا كنت باشرب من الترعه وقلت لها ذلك الملاك الذي يرقض فوق هذا السرير ما بقولش كده وخلاص أنا بقولها وكل ألم كانوا بيرموني يا ولدي على حصير ويسووني كده وأنا بقى كنت حبت اللحاف على وشي عشان خيب من العفريت اللي كانوا بيحكوا عنها في القرية وكنت بقول برضو أنا وأنت وأخوكي مدينونا لهذا الملاك يقصد الملاك اللي هي الأم الملاك الذي يرقض فوق هذا السرير عاز أقول للناس إن أنا يا جماعة تجوزت وما خلفتش إلا بنته وولد إنما أبو يا زمان كان مزواك تجوز اتنين والله أعلم أكثر ولا لأ كان فاكر إن الستات دولة أرانب خلف 13 جسة من أرنبتين في أرنب منهم خلف منها اتنين ودية الزوجة الأولى والزوجة الثانية خلف 11 اللي هو أنا كنت الخمس من الحداشر عشان كده أخوتي الكبار كانوا سبعة فعايز أبلك إن أنا في الفصل الحداشر عزبيا للناس وشواءهم الهم الأزرق إلا أنا كنت بشوفه في حياتي لا وكمان قلت لبنتي على أبوي أنا كنت بختلق لأبي الأكاذيب بشفق عليه مش بختلق الأكاذيب عشان كده كانت الأكاذيب بتاعتي من الأكاذيب اللي هي مهمة وحلوة مش أكاذيب منكرة لا أكاذيب فيها ثلاث فوايض أولا إن أنا كنت عايز أدخل على أبي الشفقة مش فق عليه عشان ما يزعلش علي وإنما قلت لوش إن أخوية كان بيشرب اللبن وما يدنيش برضو خايف على أخوية وأخوية ما يديقش ولأبوي يزعل من أخوية وكنت برضو بحكي لأبوي عشان ما كنش عامل زي أخوية الفتاة الأزهالي لما يرجع من الأزهال ما كانش بيعبر أبوي لما كان بيسأله ويتقل عليه وكان أبوي دايماً بيشكل أمي ويقول لها شايفة الفتاة بسأله وما بيردش فأنا ما كنتش حابق إن أبوي يسألني وما ردش عشان كده شوقت الناس يعرفوا بالجزء التاني أنا إيه اللي كنت شايفه في حياتي هي ديت حكايتي يا ولدي قل لي معي حق ولا ما معيش أكيد معي حق شكيدي كيدي موسيقى ترجمة نانسي قنقر